حلقتنا بتكفي مع فاميلي وبيسعدنا استقبل دكتور ألين حسيني أهلا وسهلا فيك دكتور حسيني تمام اليوم الموضوع كتير حلو عن اتخاذ القرارات العائلية المناسبة كيفية اتخاذ القرارات بشو لازم تتشارك العائلة بأي نوع قرارات وكيف نطلع بأفضل قرار لأنه كلنا بهمنا أنه تكون عن جد قراراتنا الصح صح أول شي شو القرارات اللي لازم العائلة شو نوعيتها خلينا نقول اللي لازم العائلة كلها تتشارك فيها أول شي بنشوف أنه نحن العائلة دائما هيك بنشبهها كأنه مثل مؤسسة عندها عاداتها عندها أسرارها عندها نقاط قوتها عندها لغتها لها العائلة كمانا وعندها أحلامها فنشوف إديها هالعائلة بتقدر أنها تقرر مع بعضها تلاقي حلول تقدر تتناقش مع بعضها إديها العائلة عندها الأنا طبعا كأنه مثل إنسان عنده الأنا طبعا هيك العائلة منقدر نتصورها كأنه هي صارت مثل قاتر إما كائن حي وهي عندها الأنا طبعا عندها دفاعاتها عندها رغباتها وعندها أنونة كمانا فإدي تتوصل إنها تاخد تتناقش مع بعضها تتتوصل لقرارات إديها قوية هالعائلة هلأ فيه قرارات كتير ضرورية إنه مش الرجال لحاله يخدهم أم المرأة لحالة حتى الولاد كمانا نقدر نعلم الولاد إنه كيف كمانا فيه إشياء لازم نتشارك مع بعضها مع بعضنا تنقدر نخد هالقرار إذا بدنا نشوف أول شيء قرار إنه الرجال والمرأة يكون عندهم أولاد يعني هذا ضروري يقدروا يقرروا اتنيناتهم ما فيها تقول المرأة أنا بدي أكون أم إذا الباي ما بده يكون باي يعني هذا القرار لازم يكون جاية من اتنين والرغبة جاية من اتنين عم نعطي أمثال الإجهاد ما فيه يكون القرار جاية من حدا لازم يكون جاية من اتنين إشياء مادية نشتري عكارات نبيع عكارات هالإشياء لأنه المال بالعيلة وبالكوبل والصنائة هي كمانا سلطة معينة أوقات حدا بيستعملها تيكون عنده سلطة على التاني وبيحيده كأنه ما بيفوته أبدا بقرارات وهنا بيشعر التاني أنه كأنه منه أهل للقرار قرارات للولاد كيف التربية يعني فيه إشياء كثير من نسمعها أنه هالولد بيكبر بقول أنا بي ولا مرة أخذ قرار لإلي ولا مرة حسيت فيه دعم من بي أما فيه كان عنده نصيحة لإلي هون بيشعر الولد أنه أنا بدي مش بس قرار جاية من أمي بدي من أمي ومبي وهون بدي أتوقف على شغل أنه القرار خاصة للولاد وللمراهقين مش لازم يجو بتناقض من الأم والبي تناقض بيصير فيه نزاع وبيصير فيه صراع عند هالمراهق بيصير بيشعر أنه هو هالقرار هو هو إيجال يتساوي مع الصراع فإذا ما بده قرار يجي من عند أهله بيخد هو قرار أما بينتمي لأصحاب يمكن ما يكون القرار المناسب لإله يخده إذا بدي يخد غير قرارات كمانا قرار السفر أما قرار العمل أما الهجرة هلأ منشوف إديه اتخدت لسوق الحز اضطر لبناني يخد قرارات يمكن سريعة أوقات يسكر بيته يهجر يكون ببلد غير سقافة ما قدر يتأقلم بطريقة منيحة لأنه صار فيه سرعة بالقرار أما ما اتخد القرار كانت ردة معاكسة منه اسمه قرار القرار إذا بدك نختصرها ما فيه قرار بالعيلة صح أما غلط كل العيلة عندها الانجريديان طبعا عندها أنونة وأهدافة مهم القرار اللي بده يتخذ ما يؤدي لصراع ما فيه شي صح في شي غلط مهم هالقرار ما يؤدي لصراع كل العيلة بتعرف القرار طبعا المناسب هنا إذا فينا نحكي شوي عن قد فيه أشخاص رجال أما المرأة بيتأثروا بقرارات الآخر قرار الست جد العيلة الأصحاب والسوشال ميديا كمانا بيكونوا كتير بيتأثروا بيبطل العيلة عندها أنا قوي عندها قرارة حسب رغباتها وأهدافها وأهدافها أكثر بغير شي حكيت عن بعض الأرارات يلي هي فيها تكون جريمة مثل الإجهاد يعني ساعتها فيه مشاركة بالجريمة إلا إذا فيه أسباب معينة مثل الخطر على حياة الأم إنه هذا الأرار يلي ما منتمنى لحدا أنه يدخل أنه هيدي عن جد جريمة وفيه عن جد أرارات بتقدر أنه تقلب حياة حياة العيلة يعني ممكن ما عم تحكي عن أرارات السفر والهجرة أنا بقول إن شاء الله ما حدا بينحط محل حدا بهالأرارات لأنه على قدر أساوتها على قدر معوقات يمكن بتكون ضرورية كمان لديمومة العيلة مشاهل؟ مظبوط بس أنه لازم ما يحس يعني إذا نحصب الرجال قرر أنه بده ياخد شغل معين ببلد معين لازم يتشارك مع مرته كيف بده تصير الحياة من بعد هيدا الأرار المرأة هي بتقدر أنه تترك البلد وتكون معه شو الأولوية؟ يمكن المرأة تقول له أنا بدي يكون معك أنا بدي نقع يمكن عمل أنا بيقدر يكون موجودة معك يعني ما بيتاخد هيك قرارات وقتها الرجال والمرأة قرروا أنه يعملوا عائلة يعني فيه إشياء خلاص فيه قانون معين بدون يحترموه بالتربية بيئة السنائة مش خلاص بطل الشخص ليه بيقول بطل سنجل بطل لوحده بطل دكتور أركيتي عن نقطة كتير مهمة أنه القرار وتبعاته يعني مش بس قرار الانتقال انتقال الزوج مثلا لدولة تاني كيف بده تصير الحياة مظبوط يعني فيه مفاعل لهالقرار فيه نضوش مش بدنا نتفق عليها قبل مظبوط عفوا مش نتفق عليها بعد نتفق عليها قبل مظبوط هذه كمنا بتنتج إذا فيه نضوج وبعد نظر وإذا الشخص يعني بيوسق بالآخر وإذا هي هالعائلة قوية مع بعضها أكيد بصير فيه كل قرار عنده البور والكوتر الحسنات والسيئات بس دا هي قوية العائلة مع بعضها بتتضامن مع بعضها بتقدر تتخطى الأمور ما يصير مثلا إذا حدا أخذ قرار حق عليك أما معاتبة على الآخر أنه أنت أخذت هذا القرار يعني يصير فيه دايما مشارك مع القرار وسقع أنه التاني لازم يعطي كمان رأيه حتى الولاد هذا المشروع الليدر يعني نحن وقتها منقول أنه لازم نرب بولادنا ما يكونوا تابعين يكونوا قائد أولادنا بدنا نشركهم بالقرار بأشياء كتير بسيطة بالحياة اليومية مثلا أنا منقول لولد اليوم أنت بدك تقرر لوين بدنا نروح نتغدى يوم الأحد بدك يمكن تنقل كوزين أما المطعم أنت لعبيه لك ونحن نحن نتبعك اليوم بقراره بيشعر أنه الأنا طبعه هو الأدى مهم الأدى ما سمع الأدى عنده يحيصير ثقة بكلامه وبيقراره وبيفكر يعني هو موجود مثل ما بقول ديكارت جو بانس دونك جو سوي وكل المحللين النفسانيين بيفرجوا أدى الكلمة والقرار هي بتقوى الأنا وبتشعر بتخلي الشخص يشعر بوجوده وبتحقيق رغباته كمانا وهون إذا الولد أعطيناه أنه يقرر بدنا نكون قد كلمتنا كمان مش نرجع عنه لا شو رأيك روح هذا المطعم هذا مش هيك مزبوط هذا عين مش جيد يعني بدنا نعطيه ثقة بس ضمن كمان أكيد عمره يعني مش نقل له بده ياخد قرارات يحس أنه هو ما عم بيقدر لأنه كتير على لأنه النمو العقلاني والنفساني ما بيسمح له ياخد هايك قرارات هون هاي دي نقطة كتير مهمة أوقات الأهل بيخملوا أنه ولادهم أصحابهم يعني هاخد أجزامبل بتجي الأم بتقل له لابنة ما لابنتها شو رأيك إنه بده يطلق شو رأيك أكيد الولد هون بيضيع فيه قرارات الولد ما بيقدر يشارك فيها يعني هون كمانا بدنا نكون دقيقين شو للولد حسب عمره حسب النضوج طبعه حسب إدي بيقدر يشعر أنه هو مسؤول لأنه شو ما بده يقرر بيقول أنا على المدى الطويل يمكن ما كان لازم أقول هيك أنا لأمي من وراء يمكن أنا قرارة تغيرت كل العائلة يعني هون مثل ما قلت بده يكون في كتير وعي للأهل مع الإصرار على أهمية المشاركة لأنه هاي دي قصص بتبدأ من لما الولد صغير يعني شخصيته بتتكون ومنساعده كمان لحتى ترتسم معالمها لما منعطيه مجال أنه هو يقرر وقتا منسأله إنت وقتا منتطلع فيه ومنقل له إنت هون بيشعر أنه عنده أنا هالي قد مهمة بالنسبة لحدا أكتر شي عنده ثقافيون هن الأم والبي أنت شو بدك أنت شو بتقرر إذا هو ما بده يعمل دوفاره نحسب أنت شو رأيك أي متى بدك تعمله أي متى بدك تبلش بالدرس بده يتعود يقرر إذا ما تعود يقرر الأم دايماً عم بتقرر عنه ماسكت له يده عم بتقرر عنه أما البي أنت ما بتحكي أنت بتطلع بالأرض ما قلعك أنك تعطي رأيك وقتا بحكيك بتطلع بالأرض ما بيقدر يفلش الأرار طبعه ما عنده ثقة بأراره ما عنده ثقة بحرية أراره لا يده السبب لحيظل عنده هو فولوور لحيظله هو دايماً تابع وينبش على أشخاص تقرر عنه ويتأثر فيها يعني لحيكون ما قدر يمكن يطلع من أرار أمه بشي يكي وقتا يتجوز كأنه الأم الست والجد فاتوا على العيلة ما عنا بعد عيلة عنده أرارة بطريقة قوية لأنه من هو وصغير ما عن عطال حرية أنه يقرر طبعاً وقتا منقول الولد بده يقرر بس الأهل بده ينضلوا هني عم بيحموه عم بيقيموا معه عم بيتناقشوا معه مش أنه نفلته في فرق بين اللام وبيلات نفلت الولد يقرر لحاله ويقرر نحن موجودين نحن عم نتناقش معه ونشوف الحسنات والسيئات طبع القرار نعم برأيي احترام الولد وبيلات قرر أنت صفل هذه أكيد سيئة جداً بالتربية أما أنا بحترمك بحترم رأيك قرر لنشوف كيف فينا نوصل لشي يحطك بحماية وبقانون معين برأيك دكتور هيدا أسلوب أنه إذا بدك نعطي الولد فرصة القرار أو حق القرار يعني حق تحديد إذا بدك الوقت والبطرح لا تنفيذ هالقرار رح أعطي عملي يعني مثلاً الولد ما بده يدرس في شيء أنا بقل له مثل ما قلتي أنه إم تقرر أي ما هتا بدك تدرس هالشيء بينهي هيدا الصراع الدائما الصراع يلي ما بدي أدرس ما بدي أعمل يعني هيدا أسلوب بلاقي حال إلي بدنا يعني نضلنا نرقلج أنا دائما هيدا البلاقي بدنا نقل له للولد بالأتتود الأهل قابدين حالهم جد أنه هن الأنون أنه اليوم بدك تدرس ما في مجال في درس بدك تقدمه بس أنت فيك ضمن هالوقت تقرر أي ما تبي ناسبك حسسني أنه عنده قرار لأنا طبعه بيقدر يقرر بس في حدود لأدي بده يقرر هيدا الحدود الأهل بدوا نحطوه هو لفت سبب مش لأنه عبيره نحطوه لأنه فزعانين على أنه ما يكون ما يطبق لأنه بيحترموا الولد بيحبوا الولد عم بيحموا الولد بهيدا الحدود يعني هالأم أما البي بي تقوله لأبنا أنت اليوم عندك درس بدك تخلصهم شوف كيف بدك تعمل المانجممت بس ما فيك ما تخلصهم يعني هوني وصلنا لوين وين كأنه الأهل بمطرح هني ضل عندهم الأتشيط تبع الأهل تقل الأهل بالأنون بزيت الوقت ما كسرنا الولد علمنا الولد يعمل منجممت لوقته كمانا ويكون عنده قرار وقد مسئولية القرار وإذا غلط أكيد مش آخر الدنيا إذا غلط منفرجي أنه أنت يمكن هوني غلطت لمرت جاء كيف فيك تقرر بطريقة بتناسبك لإلك بتخليك أنك تجيب علمات بس بزيت الوقت تكون مرتاح وتلعب بتصير فيه نقاش بالتربية يعني التربية مش هيك ضغري بدنا يقدر الولد يصير عنده قرار ويكون عنده الأنى قوية ويكبر وعنده قرار بالشغل على الصعيد المعنى والعاطفة والعلاقة هي بتنبنى باليوميات بالتربية مين لازم يستشيروا الأهل بموضوع القرارات مين بيدخل على هيدا السارتل أو هيدا دائرة المقفلة طبعا العائلة لك فيه أوقات بنشوف أخصائية يعني بتكون كتير سيانطي فيك الإشياء أخصائية هلأ فيه أوقات العائلة عندها مش عم بقول أنه ما يكون فيه استشارة لخال لجد لرفيء لحدا حقيقة عراب بدون يستشيروه بس التكرار هو بيصير عندنا نقطة استفهام إذا دايما على كل قرار فيه دايما فوتة الآخر خرقة الآخر بهيدا العائلة العائلة بيبطل عندها الأنفلوب طبعا بطل عندها البرشوك أنا بسميه طبعا اللي هو بيحميها من كل الصدمات أكيد أوقات فيه قرارات بنا ناخد تجربة الآخر أما نحنا منقول يعني بيلهمنا هالشخص كان عنده يمكن بنصيحته ردة فعل كتير إيجابية بمسيرتنا بحياتنا بس مش بطريقة متكررة فيه إشياء بس بتخص الأهل وأنا بلاقي تربية الولاد قرارات لولاد لازم تخص بس الأهل أكيد فيه أخصائية نفسية فيه معالجين بيقدر ييقضوا قرارات ونحنا منعرف ساعتها أنه مش لحيجي هالمعالج النفسين هو يخرق العائلة الأهل هن لحيروحوا يستشيروا ويرجوا يطبقوا هذه الأمور شو الأرارات اللي الأهل ما لازم يستشيروا فيها أولادهم يعني أخذنا الأرار طبقوا أول شغلة أجت براسة لأنه كثير بشوفها بالعمل بالشغل بالعيادة هي الطلاق يعني ما فينا نكون مش إقديم بعض الأرار ونفوت الولاد الولاد بيصير كثير بصراع من ما يلي بده يمكن أنه يقول إيه من ما يلي لأ وكثير بيضل بهذا أحساس الزنب أنا طب بقدر لأنه الطلاق هو ثاني صدمة بعد الموت بعيشها الولاد كمانا غير أرارات مش لازم نفوت الولاد فيها يعني فيه أشياء مثل العمل لازم الأهل يكونوا ديجا إخدين أرار وبدون ينقلوا لها الولاد فيه أرارات للتربية كمانا لازم ما يكون فيه تناقض قررنا هيك مع بعضنا أنا وبيك أما أنا وإمك ونحن اليوم بدنا نشوف معاك كيف فينا نطبق هذا الأرار ينسبك خلس فيه خط أحمر ما بيقدر يخرقه للولاد فيه أرار قوي إجابة من الأم والبي نعمل معادلة فيه حسب رغبات الولاد وقدورات الولاد بس خلس فيه مثل القوة عند الأم والبي بعدم التناقض مع بعضهم الولاد بده يتعود عليها إذا بدنا نحكي عن الأم والبي هنا وبطريقة الاتفاق على قرار أو إصدار قرار معين كيف أي ديناميكية لازم تحكم هالعلاقة إذا البي أما الأم يعني إذا بدك لا ما قصد هيك قصد إنه أكيد بدون يتشاركوا نعم بس شو الديناميز تبع اتخاذ القرار يعني كيف يوصلوا لهذا القرار بأي أسلوب شو بقيسوا بقيسوا الجيد والغير جيد فيه بتقوله مثلا أنت بهاي القرارات خدا أنت وبهاي نوعية القرارات أنا بيخدا ولأي أسلوب أنا ما كتير بحبه بالتربية الولد جاي نص من البي ونص من الام وفي القرارات بلاقي لازم يجي وقت إجا تكوين الولد إجا نص أرار من البي ونص قرار من الام بقى أنا بلاقي أنه بكل شي لازم يعني أنا ما كتير بحبه بالتربية أنه ام لكل شي بتقرر هون وبي هو بس بيجيب مصاري على البي أما كان بس بيقرر بأشي بيوصل على ام وام بتوصل لها ليه بده يكون في هيك ما الولد كمان في اشي جاي بحب نتيجة من البي يصير في نقاش من البي شو رأيك انت كيف بتلاقي لابد تكون هيد الامور بهذه الطريقة يعني فينا نحن نعمل مساواة هلا أكيد القانون بيجي من البي المرجعية الهرامية هي عندنا البي هو حامل القانون والحماية وده بقول كلمة قانون يعني الحماية وهون بيصير فيها البالانس بين كلمة الام وكلمة قلبي بس أهم شي بلاقي برجع بكرر شو ما كان القرار مهم ما يوصل لمعيطة بالآخر أما منخل الآخر يقرر تنعاطب ونرجع بعدين أما تنحمله مسئولية الفشل لا فينا نقول انه فيها صير فيه فشل بقرار معين من مشكل لازم نعود ولادنا سقافة العائلة كل مشكل إلى حل الناس الأذكية بهذه الطريقة بيفكروا منقل له للولد الأشخاص الأذكية هيك بيفكروا لكل مشكل في حل ونحنا كعائلة مع بعضنا فينا نقرر ونوصل لقرارات معينة كتير الولد بعيش أوقات فزعل من المجتمع إذا دايما منفوت كل مشاكل للمجتمع الأكبر من العائلة يعني إذا المشاكل الموجودة مع الولد الولد يمكن جيب عليه مامنا ميحة أما منشوف أنه الخالة والعام والست والجد كل نتدخل وكل نعرف كل نعرف بتليفون كسي يعني صارت هذا كتير الفلد بيشعر أنه ما في يخبر شيء أمه ويضل سر بينكنا أو الجارة خاصة أنت في إشي فيها إزليل للولد مثلا إذا ولد عنده حاله ليه عم بتصير ضروري هنا نعود الولد في إشياء هي بس بتخص العيلة قرارات بس ومماضيع بس بتخص العيلة أسرار بس بتخص العيلة في إشياء فينا نقول للآخر الأهل ما عم يعملوها عن قصد أو قات عن الدراية بالموضوع أو عن استغفاف أنه بتأثير تعودوا كمانا بعيالهم كمانا بسقافة عيالهم كمانا الشخص الأم والبي وقتا ما فيه مشاركة هالأم لحاله يمكن وقتها بتقرر كثير بيصير نسبة القلق بتكبر وقت نسبة القلق بتكبر بحاج الشخص يحكي ويفلش كلماته مش نيك بيصير فيه فلشة لهالخبرية مع الجارة ومع إلى آخر هون الولد بيشعر بضعف الأم ما أنا قادرة ممكن جدا تأدي لهالفوبية سوسيال بيصير عنده فزع من المجتمع أنه شو عم بيفكروا عنه ما بده يواجه ما بده يطلع من قوته والمراهج خاصة كمان وقتا محط بكليشي لهالولد وخلص عيد الولد هيك كل العائلة عم تسأل شو سقط شو هالشهر رسب شو كأنه خلص حتى يناح بسني بفريم بإطار معين لأنه صار كل هالمجتمع الصغير والكبير بيعرف عنه وهون الغلط لأنه مش الأهل هن حطوا حدود للقرارات ضمن العائلة طيب شو القرارات يلي لازم الولاد يتشاركوها مع أهلهم يعني عوقات كتير تصير عنا بالبيت بيقلي خايي بيقلي ما تخبر أمك ايه هاي مطأ لازم خبر يعني في أشي أوقات مثلا في أوقات أشي حقيقة بتكون يعني بدك تشوف مع خيك ناخد هالإجزامبل كمانا إنه ليه ما بدي خبرها يمكن أشياء صحتها بس هي بحق إلا بس القيت امت الحل شفت كل واحد عنده الحل طبعه تما يفوت بصير يعني أنت هون القيت حل زكي ما زعلت خيك وما زعلت إمك ما زعلت حالك لأنه ما بدك تكذب على إمك كل واحد بيلاقي حلول تها العيل تظل ماشي بطريقة إيجابية يعني اليوم نحنا مدعوين إذا هيك بدنا نختصر المشهد أنه نرسم حدود للأشياء مش هيك مظبوط العائلة بدأت ترسم حدود ونعود الولد أنه يكون عنده قراره ضمن نطاق القرار الستوى الجد عم بيخذ إجزامبل لأنه أكتر شي هون كتير ما بيصير فيه بقى حرية لها العيلة من قوية من ضعف العيلة ثقاتها بنفسها للعيلة كائن هالعيلة بتضعف اجتماعيا وبتأثر على كل فرد من العيلة يعني إذا بدي اختصر الأخذ القرار هو بيتربى نقدر نربي لولادنا طيقونه هن عندهم روحنية القائد وروحنية الأخذ القرار والسقب القرار وحرية القرار وهذه الاشياء وقتها بنفسح للولاد أنه نتناقش معه يقدر يغلط نحن موجودين حده يقدر يعمل تجربة يغلط ويرجع يبني ويغلط ويرجع يصلح الاشياء تا يوصل لهو يصير بسن الرشد قادر لحاله أنه يقرر هيدا بتميز سن المراهقة من سن الرشد ومن عقده أنه أنت دايما بتغلط أنت اللي دايما بتفشل أنت يعني بدنا نكون سند بشيك ونعطي فرص يعني أوقات منقول منقول للولد لكل أملي فوت المدرسة بتحب الأغلاط منروح للمدرسة أوقات لنغلط وتنسلح تنغلط تنسلح نعطي على حالنا إذا في أشياء من وراء أغلاط معينة درنا نرجع ننهض وننهض بطريقة أقوى كمانا بعد تربيتنا بتحب العالمات العالية والأول بالصرف لسوق الحظ بعد بعد شو جبتلي اليوم شو عندنا اليوم دوفور هذا شي عم نقلل من الأنا تبع الولد هذا القرار وقتا مش عم يشعر وقتا شو جبتلي اليوم علامة بس العالمة هي مش للأم ولا للبي هي العالمة لقلو لازم يحس إنه هيد العالمة هو صنعة تا يقدر يقرر كيف بده يدرس إذا بده يشت حاله إذا بده يسأل إذا إشياء مش فهمة في إشياء بسيطة الأهل بدون ينتبهول بالفوكابولار تبعهم وبيهن شو عيشين كمانا بالمدرسة كيف عيشوا المدرسة وكيف تربو مش غلط في إشياء الأم والبي يقرروا يغيروها تربوها بطفولتهم يقولوا لا نحنا اليوم عائلتنا ما بدنا نخلي إشياء وردناها من عيالنا إنه نحملها كمانا لأولادنا وهون يصير في قرارات إنه تغيير يمكن أركيتيب تغيير تقاليد تربو عليها بطريقة غلط وعملوا بترجو روحات عند الأم والبي يقرروا إنه ما بدون ينقلوها لا وليدون وهون يحكوا هالأم والبي إنه في نحنا إشياء تقاليد بتخص بس عائلتنا ما بتخص إنه مين ما كان بدوا يدخل بعائلتنا قده هون فيه كمان دور للمدرسة بالسيستام يعني نحكي عن السيستام كله السيستام من أهمية العالمات والأول بالصف والحشي قابل للتغيير يعني في المحلل النفسانية كانت تقول إنه لازم نعمل تحليل نفساني لكل المعلمين والمعلمات لأنه فيه أوقات قدام نعرف إنه فيه جمال معينة بتجرح ولد وبيضل هذا الجرح حمله لحياته المهنية كمان قده فيه تحطيم قده فيه مادة ما منحبة بقى وبتأدي لمسيرتنا ولا اختيارنا المستقبلة المهنة من وراء استيز عملنا يمكن جرحنا بطريقة معينة بكلمة خلينا ما نقرر بإشياء معينة يعني هذا الولد قدام الفحص بده يقرر بشو بده يبلش بده يقرر شو بده ياخد بالمعتماتيك شو بده يقرر هيدا أما هيدا شوى بدنا نكون إحنا معاودينه كيف يقرر لهيدا السبب فيه تعمل بلوكاج قدم الفحص ما بتقدر تقرر هل قد بيكون مستوى القلق كبير عنده انه هي منقها للقرار لا ده السبب دايما الام قررت البي قرر عما دايما القرار هو يتساوى مع الصراع وقت ام وبي في قرار قدامهم بيتخانقوا مع بعضهم فإذا صار الولد دايما بيشعر انه القرار بيفزع بيعمل مشكل ما بدي يقرر خلي حدا غيره يقرر بيخلي رفيقه بيخلي المعلمة تقرر عنه امه تقرر عنه ما بديه يقرر ووقتا يكبر هالصبه اما الشريك بيقرر عنه بيصير عنده تبعية ما بديه يقرر نعم مثل ما في استاذ بيعلي وبيطبع في استاذ ممكن انه يقذي وتبقى جمله في استاذ رائعة في استاذ بتكون الاهل ما لعبه دور الحماية والحب بنسمع في استاذ بيقلي من وراء استاذ انا قدرت انهض في استاذ هي بيكون عنده حقيقة لعبة دور كتير ايجابة طب يكبر هالشخص كتير بسمعه بيقلي بدي روح نبش عليه بالسوشيال ميديا تقدر اعرف وين هو بدي اشكره ما قدرت اشكره انا وصغير تقوله ادي انت كان عندك صدى بقرارات كمان دكتور قالين حسين شكرا كتير على الحلقة الحبي دايما اهلا وصح لك احنا رح نتابع حلقتنا مع ايت سمارت خليكم موسيقى